بسم الله الرحيم تعال نبدأ نعمل كده ونشوف ازاي هتنقل ما بين الصفوف وازاي نضيف صف جديد وكده اي دي او عندك جدول هو واقف هنا في الصف الاولاني عدد الصفوف اثنين لو عملنا كده هيقف في الصف الثاني تمام؟ ممكن نجيب اخي صف ممكن نجيب او صف ممكن نعمل اضافة صف جديد نعمل اضافة صف جديد اه هنجي هنا نكتب تمام؟ نكتب هنا هنعمل اضافة احنا كده ها اكملنا احنا سيفنا قبل نعمل اضافة صف جديد تعال هنا نبدأ نكتب الدبت نكتب تمام؟ ونتك انت او نتك سيف فوق تاني اي 시작 اللي اضغط هنا شكده اه طبعا في بيانات تانية في بيانات تانية احنا مدخننها ش عفوة في بيانات تانية احنا مدخناش فعلا تاني اهو الدبت مسلا سي مش كله يسيف عطول ونتأكين سيف فنلاحظ هو نزل لنا بالشكل اللي قدامنا لو هنزل نحزف ممكن نعلم عن على الصف ونتأكين حسب يتحزف لنا كده بدون اي مشكل تعالين نتأكد من كده من ونشوف هل البيانات دي تنفزت على ولا حصلت مشكلة قدي الاسطورة جذب الاسم هنقول له اشترك اشترك الاسم الاسم سوف نزل اللي هو هنا ضاف ضاف فعلا جدول لكن ما ايه ما حزفش الجدول ليه ما حزفش اللي احنا ما اتاكيناش save او ما اتاكيناش update يعني احنا عملنا راني تاني كده للمشروع هنلاحز فعلا ان هو ما تحزفش نعلم عليه كده تاكي lead وكده تاكي ايه save نقفل كده ونخش جوه تاني ونحاول احنا نفتح الجدول تاني هنلاحز فعلا اهو عزف وضاف الصف الجديد يوبا كده احنا عملنا select update و delete من غير ما اكتب صد واحد كود ده اسم الوزاك الكلام اللي موجود تحت ده بقى اللي هو كيفية الاتصال ما بينهم كلهم ما بين ال data set وحاجة اسمها data set و data adapter الكلام ده كله هنعرف في محضة الجهة ان شاء الله